هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن مؤتمر أعمال البصرة والخط الاستراتيجي هو نشاط آخر لمجلس الأعمال العراقي عقد مجلس الأعمال العراقي اليوم مؤتمرا صحفيا تمهيدا لإطلاق مؤتمر أعمال البصرة الاستثماري وخط أمبوب النفط الاستراتيجي البصرة العقبة والذي سيعقد يوم 27 إلى 28 من هذا الشهر في العاصمة الأردنية عمال بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وبالمشاركة 250 شركة وبحضور عدد من الوزراء والجهات الحكومية حقيقة هذا المشروع ومشروع المؤتمر هو ليس بالجديد قمنا السنة الماضية مشروع عن البصرة وكان بحجم متواضع وصغير هذه السنة خططنا منذ سنة تقريبا لأهمية البصرة كعاصمة اقتصادية إلى العراق لبدأ أعمال إعادة بناء العراق من البصرة كون البصرة الميناء الاستراتيجي والوحيد للعراق هذا المؤتمر سيشكل فرصة كبيرة ومتميزة لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومن خلال المؤسسات الاقتصادية المحلية والعالمية وسوف يتناول المؤتمر خلال أيام عقاده إلى عدد من المحاور منها التعريف بقوانين وفرص الاستثمار والبيئة الاستثمارية العراقية والمشاريع المتاحة في قطاع النفط والغاز هذا الخط الاستراتيجي كما ذكر في الاجتماع وفي هذا المؤتمر سيوفر ألاف فرص العمل للعراقيين والأردنيين ويكون كما سموه بالحبل السري الذي يربط الأردن بالعراق من الناحية الاقتصادية وسوف يدعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الأردن وبين الجمهورية العراقية الآن عيدة هذه العلاقة الكبيرة وخاصة بعد زيادة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الأردن كان هناك نوع من الرغبة الحقيقية لزيادة هذا التبادل التجاري العراقي الأردني وكان الخط الأنبوب العراقي من البصرة إلى حديثة إلى العقبة وفرع إلى الزرقاء هو هذا الشريان الكبير السوف يؤدي إلى زيادة أواصر العلاقة التجارية العلاقية الأردنية إن الأنبوب النفطي الذي سيتم إنشاؤه لنقل النفط الخام من الرميلة جنوب العراق إلى المملكة الأردنية الهاشمية إلى ميناء التصدير في ميناء العقبة حيث سينقل الخط مليونين وربع مليون برميل من النفط الخام يوميا يذكر أن هذا المشروع سيشغل ما يقارب عشرة آلاف مهندس وعامل داخل العراق وأكثر من ثلاثة آلاف مهندس وعامل داخل الأردن من العاصمة الأردنية عمان غسان عدنان قناة الرشيد الفضائية